موسيقى انتخابات لبنان وقبلها العراق المشغل واحد ولهم فيها معارب أخرى ماذا لو كان اسمها شيرونسكي؟ الهدنة نائمة رحم الله من أيقظها ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الانتخابات اللبنانية اخترتها لأنها تماثل تماما الانتخابات العراقية التي جرت مؤخرا في أكتوبر الماضي ما يجري في لبنان تقريبا نسخة طبق الأصل لما جرى ويجري في العراق نحن نعلم دائما أن الأزمات في المنطقة أزمة تدفع بأخرى وتؤثر على الأخرى من لبنان طبعا الأزمة في فلسطين الصراع الوجودي مع الكيان الصهيوني إلى التطورات في سوريا قبل الانتصارات العسكرية التي حسمت لصالح الدولة السورية وطبعا التطورات في اليمن والتي حسمت أيضا عسكريا لصالح أنصار الله وحلفائهم على الرغم من استمرار الحرب العبثية بين قوسين تحت واجهة الهدنة المفككة والهشة التي سأتحدث عنها في المحور الثالث وطبعا الأزمة في العراق وحتى في أفغانستان كلها كالأواني المستطرقة المستطرقة عفوا يؤثر أحدها في الآخر لكن فيما يتعلق بالعراق وإيران وسوريا ولبنان تجد هناك تشابها كبيرا التأثير الجيوسياسي الدولة السورية على لبنان التأثير الجيوسياسي العراق وإيران تبادل في التأثير السياسي بل حتى في قضايا مفصلية مثل سلاح المقاومة لاحظوا مظاهرات تشرين في العراق ومظاهرات تشرين في لبنان وانتخابات مبكرة في العراق وانتخابات مبكرة في لبنان الأهداف التي تطرح لدى القوى السياسية التي يراد تفويزها بأي شكل من الأشكال يراد تفويزها أو التي تريد أن تلعب دورا أساسيا في معادلة الحكم تطالب بمطالب مشتركة في لبنان يريدون نزع سلاح حزب الله حل المقاومة يعني الاستسلام الكامل للكيان الصهيوني لا يوجد أي مبرر أي مبرر على الإطلاق لأن سلاح المقاومة لم يستخدم طوال الفترة الماضية على الإطلاق دعك من هذه الأكاذيب التي يروج لها في آذاء أيار وتفاصيل معينة وسائل الإعلام الضخ كما الآن في الانتخابات لو لاحظتوا الانتخابات اللبنانية وسائل الإعلام من البداية خزيمة حزب الله خزيمة حزب الله الضخ الإعلامي كل الهدف الأساسي هو نزع سلاح حزب الله نزع سلاح المقاومة في العراق أيضا يعني المشغل واحد لنقول المشغل واحد يعني الدول التي تتدخل ولاحظتهم في لبنان كما لاحظتم في العراق ويقولون احتلال إيراني في العراق واحتلال إيراني للبنان من اللي كان يتدخل قبل الانتخابات الآن ستخلي نحكي السفير السعودي والسفير الأمريكي والمعروف المسؤول الأمريكي فلان ما أخذيها كيف هم رائحين جايين على بيوتات وعلى حتى على صعيد الناخب العادي دفع أموال ضخ أموال كما فعلوا بالانتخابات العراقية هل رأيتم في يوم من الأيام السفير الإيراني في لبنان مثلا يتحدث عن الانتخابات اللبنانية يلتقي بمرشحين يدعم قائمة كما فعل السفير الأمريكي وأيضا السفير البريطاني وإبلاس خارت وغيرهم على أن كانوا يحجون يريدون انتخابات أول مرة ما كانوا يريدون انتخابات كانوا يحذرون من فوضة يقولون بسبب الوضع الأمن الهيش تم الإصرار على الانتخابات المبكرة بسحب الذرائع من الشارع ومما يسمى بمظاهرات تشريم التي كانت ترفع شعارات ضد الدولة ضد النظام النظام العام الأمن يعني الاستقرار ماكو دوام وضرب وقتل وحرق واختيالات من جرة الانتخابات قبل انتجي كان يحرضون على عدم انتخاب القوى التي نفس الشي يتهمونها بأنها موالية لإيران السهم في لبنان يريدون يقصون حزب إيران يسمونه حزب إيران مع ملاحظة وهذا يعني خلال السنوات الماضية منذ أن انشئ حزب الله في لبنان الذي نشأ كما قلنا دائما ونقول رد فعل المقاومة هي رد فعل هي ريكشن على الاجتياح الصهيوني للبنان لاحظتم حزب الله والقائب الفذ سمحت السيد حسن نصر الله يتعامل باستقلالية كاملة هم ما يفهمون شنو معنى الحلفاء والتحالف والعلاقات الاستراتيجية في محور المقاومة لأن هم شافوها ويا سعد الحريري وشافوها ويا جماعتهم ما يسمى بتحالف السيادة كيف يستدعون لهذه الدولة أو تلك وكيف تقوم التحالفات بأوامر خارجية بعضهم بالرموت كونترول يشغلوهم حزب الله والسيد حسن نصر الله يتعامل باستقلالية ولعلكم تذكرونه جيدا حتى في الموضوع الدور أو التدخل الإيراني المباشر في سوريا لمحاربة الإرهاب ودعم الدولة السورية تم باقتراح باقتراح من سماحة السيد حسن نصر الله مؤتباع علفاء يجمعنا محور واحد أهداف مشتركة أهداف لهذا تجد في المقاومة في لبنان المسيحي والدرزي هسا هم حتى افترض يعني صار تراجع تراجع بسيط لنقول هكذا لبعض حلفاء حزب الله في لبنان يجي إلى وسائل الإعلام والخصوصا الصهيونية والغربية الأخرى كلها تتحدث حزب الله خسر حزب الله خسر يريدون يخلقون جو نفسي حتى بعدين إذا عرادوا يتلاعبون بالنتائج يقول لك والله حزب الله هو خسر مع ملاحظات يعني هم الأرقام الرسمية الماكينات الانتخابية تقول يا أبا حزب الله وحركة أمل حصلوا على سبعة وعشرين مقعدا اللي هن المقاعد المخصصة للشيعة يعني شوفوا الشيعة في لبنان وهي رسالة لكم يا شيعة العراقي يشكلون نسبة بس ما رضا يقول لربه ما الثلث أكثر أقيل لكنهم يؤثرون على المعادلة السياسية مو بالسلاح هذا كذب أبدا لأن غيرهم معروف بالقتل والإرهاب وبأنه ميليشياوي ويتلقى الدعم من هذه الدولة أو تلك وعند سلاح كما عدنا في العراق فصائل المقاومة والمقاومة وبعدها سلاح والآخرين عندهم سلاح وسيهددون تهديد مباشر في العملية السياسية تهديد مباشر عند سلاح خارج إطار الدولة لم يستخدمه للمقاومة لأنه يقول لك أنا بعد ما أنا علاقة بالمقاومة رضوا بموضوع التواجد العسكري الأمريكي ورتبوا له شوية عبارات وهمية مثل الانسحاب على الورق وتغيير المهام من القتالية إلى تدريب واستشارة بس القوات باقية وتتعزز وتستمر وراضين والآن يهددون إخوانهم في العملية السياسية لو تقبلون لو اتقوا غضبة الحليم بالعكس تماما وروحوا شوفوا ماذا صرح النائب الذي حصل على أعلى الأصوات عن حزب الله عن كتلة الوفاء الأخ العزيز الأستاذ محمد رعد ماذا قال ماذا قال لأولئك الذين كانوا يهددون ولا يزالون أنه أول شيء بعد الانتخابات هو نزع سلاح حزب الله يعني يريدون حرب أهلية قالوا منقبلكم خصوم بالمجلس النيابي منافسين سياسين ماكو مشكلة بس إياكم إياكم أن تكونوا دروعا لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وعرفوا جيدا موتقوا غضبة الحليم على أخوانك لا على ذول عملاء أمريكا وإسرائيل اعرفوا جيدا نحن لا نهدد يقول نحن متسامحون محمد رعد لكن احذرونا أيضا احذرو ما لا تتوهمونه هذا حزب الله وهذول شيعة لبنان تبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى ماذا لو كان اسمها شيرينسكي الشهيدة شيرين أبو عاقلة وكان لقبها مثلا أبو نوف وكانت صحفية في أوكرانيا وقتلت برصاصة روسية هذا افتراض يفرضه الواقع السياسي والواقع الاجتماعي وردود الأفعال اسمحوا لي ما أريد أن أستعير كلمات شوية محلوة بس ردود أفعال صدرت ممن يعتبرون أنفسهم إسلاميين كانت بائسة بائسة تماما بل حتى الغرب الولايات المتحدة الأمريكية يعني يجي جو بايدن يقول لا أعرفه ما أعرف شنو اللي صار ما أعرف شنو اللي صار لكن يعرف أنه تحقيقا يجب أن يجرى الله شنو تحقيقا يجب أن يجرى وهس احتفالنا إحنا أو مررنا بذكرى النكبة قبل أيام استشهدت شيرين قبل ذكرى النكبة كانت مدخلا للاحتفال المأساوي لنقول الحزين بذكرى النكبة في الخامس عشر من مايو أيار عام 1948 وأراد لها سبحانه وتعالى هذه المنزلة منزلة عظيمة لكل صراحة أنا لا أريد أن أدافع عن صحفية فقط بكوني أنا صحفي ومن الطبيعي أتضامن مع صحفية لكن هذه الصحفية بالذات كأنها اخترت اختيارا من رب العالمين مسيحية من القدس تقتل عشيته يوم النكبة على أيدي الصهاين المحتلين أنفسهم هي إذن شهيدة فلسطين وبالنسبة إلى كلمة الشهيدة السهم ما نريد ندخل إحنا في سجال ديني لأن نعرف جيدا أن القرآن الكريم فيه آيات بينات واضحات فيما يتعلق بالجنة من يدخل الجنة الجنة ليست حكرا على المسلمين ومن المسلمين يعني أبو بكر البغدادي يدخل الجنة مثلا ولا تدخل الجنة شيرين أبو عاقلة وبعدين منه إحنا لتدخل في شؤون الله شؤون الخالق إحنا حتى المستبيد كبار العلماء وكبار العرفاء من يتوفون أنت أنت تأمل تتمنى له أن يرحمه الله ويدخله الجنة لكن ربما لا يريد الله الله يعرف أكثر منك ومني الله يعرف منه اللي يريد الجنة ويدخل الجنة ومنه ما يدخل الجنة بس في هذه المرحلة بالذات وأنت ترى للموت هيبة الموت بشكل عام له هيبة له سلطان يفرضوا نفسه على الناس يجب أن يجعل الناس يخشعون للموت مو النوب الموت الذي يجري بطريقة الغدر الغدر صحفية ولابسة كل ما يدل على أنها صحفية وبعدين هي معروفة يعني في ملسطين وكم صحفي وبالقدس تحديدا كم صحفي موجود يعني في هذه الأماكن معروفين فتقتل غدرا وصبرا ويجون الناس ذوي اللي بالتأكيد هذا طابور خامس طابور خامس يروج للكيان الصهيوني بل هناك لاحظت بعض من يزعمون أنهم يتعاطفون مع الشرين أبو عاقلة يقول السحنة بغض النظر منهم اللي قتله ربما زملائها شنو زملائها بيدوا مسلاح وشنو كانت ساحة معركة زملائها الصحفيين لاحظوا لاحظوا كيف يجري الدس دس السمي وكيف يجري تشويه الحقائق بعدين يجون وعلى هذا الأمر يذكرني بالشهيدة أطوار بهجة أطوار بهجة استشهدت على أبواب سامراء شيرين أبو عاقلة استشهدت على أبواب جنين فيجون شي يقولون يروجون لأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان حوله وتبرئة الإرهابيين التكفيريين والبعثيين وغيرهم القتلة الذين قتلوا أطوار بهجة وغيرها من الصحفيين في العراق طبعا أنا لدي وجهة نظر فيما يتعلق بالمراسل الحربي أو المراسل الحربية وموضوع الميادين القتالية أو الميادين التي يجري فيها إطلاق رصاص يعني مثل دؤلة غير مشروعة اسمها إسرائيل احتلت فلسطين قامت بعمليات أصلا هو احتلت فلسطين شنو؟ بالإرهاب أصابات الهاقانة وغير الهاقانة إجوا ورحلوا شعب بعد قتل أبنائه مجزرة كفر قاسم ديريا سين مشهورة عن المجازر المعروفة لدي وجهة نظر في قضية قنوات فضائية أو تلفزيونات تستخدم أو يعني تستفيد من صحفيين وتريد من عدهم تفاصيل عن الحدث في ساحة المعركة لكن الآن ليس وقته لمناقشة هذا الموضوع من الناحية المهنية لأنه وأنت تعرف الآن وتعرفون أنتوا عزائي نحن الآن نعيش في عصر التواصل الاجتماعي تقدر تحصل المعلومة والصورة حتى أيضا دون الحاجة لأن تخوض وتذهب إلى مركز الحدث بس ما يجري في فلسطين هو قتل متعمد أشار له سماحة آية الله العظمى الإمام علي خامنئي وأشار له السيد رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي عندما التقي أمير قطر أمير قطر أرادوا يوصلون رسائل من خلاله أيضا باعتبار قطر لديها علاقات قوية مع الكيان الصهيوني وتحدث القائد آية الله العظمى السيد علي خامنئي كما تحدث السيد حسن نصر الله عن هذا الموضوع وأشاروا إلى أن خصوصية هذه البنت فضحة أن هذا الكيان الصهيوني يستهدفوا فلسطين فلسطين أنا شوفت حتى بعض اليهود بالموناسبة بعض اليهود ببرיסל بأيرופا بلגيا وهم مجعين شוטרים پولشين لبית הכנסة نיגشين لأرون הכבורה وتولشين دגלי ישראל משם הגופה הייתה נופלת كل العالم היה مزدעזע وאת זה אנחנו עושים לעיתונאית شירים يهودي هذا يهودي يقول يعني يقول ماذا لو قتل يهودي في دولة أوروبية غربية شان شوفت الناس أوروبا سوت الغرب سوت أمريكا سوت بس هاي لأنه وبعدين الكارثة رحمها الله شقراء بس مو اسمها الشيرينسكي ومو من عائلات أبو لوف ومو قتلهق الناس الروسي قتلهق الناس اسرائيلي وظيفته القتل المتعمد بالشعب الفلسطيني وخنق الحقيقة ومحاولة أن دائما تغيب الحقائق عن الرأي العام العالمي شنو المطلوب إذن المطلوب إذن في مثل هذه الحالة هو أن تكون كل وسائل الإعلام التي تزعم أنها تدعم الحقيقة تدافع عن الحقيقة الحقيقة المجردة يا ناس ترى فلسطين مو لأننا فيها إسرائيل الكيان الصهيوني الغاصب بس الحقيقة في فلسطين مغيبة والمطلوب من كل وسائل الإعلام أن تفرد جانب كبير من تغطياتها لهذا الموضوع تحديدا معالجة كيف يجري تسويق الخبر كيف يجري أو تجري عملية معالجة حوادث مثل حادثة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وغيرها من شهداء الكلمة الكلمة أنا لا أتحدث عن القناة لأن داي وجهة نظر من القناة بس هي فرضت نفسها بالمناسبة هذه قضية لجب تلتفتولها أخواني وأخواتي ترى مو كل اللي يشتغلون بالقنوات الفضائية ينفذون أجندة القنوات والقنوات لديها أجندة بس قناة مثل الجزيرة تحتاج واحدة جريئة مثل شيرين أبو عاقلة في قلب الحدث وتنقل لها ماذا يجري وبعدين يجيب هي الإسرائيليين و حسنا أتحدى قناة الجزيرة وأنا صحفي أتحدى قناة الجزيرة أن تقاطع استضافة المسؤولين الإسرائيليين على الأقل احتجاجا مو تجيبهم أيضا تفسح لهم مجال حتى يبررون لجرائم الفيان الصهيوني وطبعا هذا جزء من التطبيع هذا جزء من التطبيع الذي كانت تحاربه الشهيدة شيرين أبو عاقلة ابقوا معنا اشتركوا في القناة الهدنة الهدنة نائمة رحم الله من أيقظها قد تستغربون لماذا هذا العنوان هذا العنوان لأنه يعني الهدنة الأممية التي وافق عليها أنصار الله في اليمن ووافقت عليها مرغمة المملكة العربية السعودية مشكو أن تدهي دون أن يحصل هناك شيء مفيد ومهم وكبير على صعيد وقف العدوان السعودي العدوان الذي تقوده المملكة العربية السعودية بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى مثل بريطانيا فرنسا ألمانيا وحتى طبعا الكيان الصهيوني كان يفترض أن تؤدي هذه الهدنة وفق الظروف الحالية التي تعيشها المملكة العربية السعودية هزائم متلاحقة وضع داخلي منهار أزمات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب العبثية في اليمن خسائرها الكبيرة حتى في الانتخابات اللبنانية ترى لا تشوفون بعض حلفاء المملكة العربية السعودية على أساس فازوا في لبنان المعادلة ليس فوز وخسارة لا لا موضوع مختلف في لبنان راح تشوفون النتائج راح تشوفون دائما وأبدا محور المقاومة هو له الكلمة الأولى فيما يجري في لبنان وعموم المنطقة المجاورة وتحديدا فلسطين وفي سوريا هزيمة المملكة العربية السعودية حتى في العراق لاحظتم الآن تعثر ترى تعثر العملية السياسية هو هزيمة للمحور الأمريكي السعودي الصهي وسعودي هزيمة مباشرة صحيح نحن نكسر استمرار الانسداد السياسي وصحيح أيضا أن الآلة الإعلامية والدعائية للمملكة العربية السعودية ولي حلفائها ولي عملائها لنقول قوية وتحاول دائما تحول الظالم إلى مظلوم والسعي قضية قانون ما يسمى بالأمن الغذائي كان يفترض أحكي عنه بصراحة بس لأنه المحكمة الاتحادية العليا رفضته ليس بعد كلا مو كثير أشياء لربما أتحدث عنه لاحقا في قضية هذه القضية الهسنة اللي راح أقول لكم ياهر هذا الضخ الإعلامي الذي يشوه الحقائق هي أكبر سرقة لا تقول لو دي راح تبعيد عن الموضوع لا الموضوع له وصله أكبر سرقة في تاريخ العراق كان يفترض أن تجري تحت يافطت قانون المنى التحت الأمن الغذائي طوارئ ومن السوارف هذه الحمد لله المحكمة الاتحادية العليا تصدد مشكورة طبعا بعد تقديم شكاوى وهذا الأمر الآن يعني جاي تشوفون يتعرض المحكمة الاتحادية والقضاء بشكل عام لمحاولات الابتزاز للضغط للتهديد لتمرير هو هذا المشهوع لإنقاذ المملكة العربية السعودية وحلفائها من الهزائم المتلاحقة التي تلاحقها في اليمن في اليمن حقق الأخوان أنصار الله وحلفائهم وعموم اليمنيين بشكل عام حققوا انتصارات باخرة سنة على سنة الأخوان في أنصار الله تحديدا والجيش اللجان الشعبية يمتلكون قوة عسكرية يوما بعد يوم تتصاعد ولديهم أمكانات حتى في موضوع الدفاع الدفاع الجوي يعني صد الهجمات ولاحظتم في الجوية طبعا لاحظتم في الفترات الأخيرة جد عدد من الطائرات خاصة طائرات التجسس يتم إنزالها والاستفادة منها وطبعا هناك غدر يحصل من الطائرات التي تلقي حمامها من أعلى الجو شوية بس خلي تنزلوا حتشوف نفسه رح يصير بيها والأهداف مكررة لأن هذا الشعب اليمني مميز الآن أنا قلت لكم في لقاء سابق وروح شوفوا وسائل التواصل الاجتماعي أنا رح شوي هسأ نزل بعض تغريدات بعض هؤلاء الفاعلين سواء كانوا ضباط أو محللين عسكريين يعني يدافعون عن بلادهم شوفوا من يتحدثون عن هرب امتهاء الهدنة يتحدثون بشغف لأن السيد عبدالفلك الحوث حذره وهي دائما مع الأسف يعني الناس ما تقرأ وما تسمع دائما يقلهم ترى ما قبل هذه العمليات غير اللي ما بعد هيت مثل عمليات الرجع الأولى وما بعد رمضان السماء بعد الهدنة لن يكون بالتأكيد كما هو قبلها نحن ما نريد حرب أنا ما جاء أحرض ولا جاء أشجع بالعكس لا نريد الحروق أبدا لأن الحروق بالنتيجة جاء تجد على أراضينا نحن المسلمين وبأموالنا نحن المسلمين ومادتها وقودها نحن المسلمين يعني شنو السعودي من يقتل أو يمني من يقتل هذا كل من عدنا من جيبنا هذا يكون يفهمها السعودي السعودي يقصد الحاكم اليمني يفهمها لهذا هو عنده هذا الصبر الاستراتيجي أنا بس أذكركم ما هي الشعوب إلى خصوصيات أذكركم كيف أسلم اليمنيون كيف دخلوا إلى الإسلام بس أذكركم بهذه أسلموا على يد علي بن أبي طالب وبعد ذلك هم حتى هذا رجب الأخير يحتفلونه في أول جمعة من رجب كل عام رغم كل الظروف حرب غارات قصوف بدخولهم إلى الإسلام يفتخرون هذا الشعب اللي يعرف إسلامش وكت تاريخ تدينة تاريخ التزامة بالدين تاريخ عقد الولاء مع الإمام علي عليه السلام ومن خلاله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا تشوفون هذا الصمود العجيب الذي لديهم فهم الآن يتحدثون هذا علوان أنا اخترت على فكرة من اليمنيين أنا مو من جيبي الهدنة نائمة رحم الله من أيقظها من أيقظها شنو يعني أن هذا تحالف العدوان الذي لم يثبت جديته في الهدنة سيعاقد وهناك أهداف أو بنق كبير واضح لديهم من الأهداف الأخوة في أنصار الله وعلنوا دائما يعلنون هذا الحشي وجايد تشوفون يا أخوة بعدين هذه أيضا رسالة لما يسمى بالمجلس الرئاسي لأنه كشف الدقاب مؤخرا أن هذا المجلس الرئاسي الذي تأسس في الرياض في المملكة العربية السعودية كما تأسست الحكومة السابقة حكومة السيد منصور هادي في الرياض في فنادق الرياض هذا يجي ووقع اتفاقيات ذل وتنازل عن مصالح وحقوق وحقول نفوط وغاز للشعب اليمني عجيب أنتوا تدرون في الآونة الأخيرة ماذا يكثر في عدن في عدن هاي يوم هاي يوم الثلاثة الماضية عمليات تفجير مفخخات بيناتهم يصفون أولئك الذين عملوا معهم وهذا اللي يخون بلده واللي يروح يركع ويخضع بأي شكل ويوافق على كل شروط المملكة العربية السعودية وآلة العدوان والله من أجل أن يعطوه إمارة بالإسم ها ورواتب وفنادق ولا يثقون بهم لا يثقون بهم بعدين يزيلوهم كما تفعل تركيا في إدلب إدلب قبل وبعد استشهاد القائد قاسم سليماني عمليات اغتيال متواصلة بين فترة وفترة تستهدف قادة المنظمات الأرهابية وتقوم بها المخابرات التركية حتى بعدين من أثريت التصالح الدولة السورية عدها يقول لك ماكو هناك من يعيق مثل هذه المصالحة كذلك الحال في اليمن بس المملكة العربية السعودية شوي تختلف شوي تختلف لأنها تبحث عن نصر وهمي شون ما كان يابع أعطوني اعتراف بأننا انتصرنا وتريد تفرض بعض الشروط لكن أنصار الله لا يقبلون خلفاء أنصار الله أيضا لا يقبلون ومرة أقرأ وأكد هذا هو درس لنا في العراق الدرس في العراق لا تقدم تنازلات على حساب شعبكم وعلى حساب المبادئ الرئيسة لا يقع يشمروكم هاي الكلمات ما هذا الافتزاز السياسي والمزايدات السياسية حول موضوع التطبيع وغيره لا لا هم ماضين في مشروع التطبيع وماضين أيضا في محاولة الإبقاء على هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال ويطولوها بمدد منا ومنا وجرجرون ويمطنطون ومعدين من يشوفون هناك جدية من قبل نواب مخلصين ومن قبل حقوقيين مخلصين في التقدم بشكاوى قضائية وهناك المحكمة تقوم بدورها مع ملاحظة ستم شفته أخواني الأخوة في كردستان بدأوا يهاجمون وصارهم فترة من من رفض تم رفض السيد هوشيار زيباري مهاجمة كبيرة للمحكمة الاتحادية العليا مع ملاحظة أن هناك أكراد أعضاء في المحكمة الاتحادية بس هؤلاء يرفضون أن يكونوا مسيسين ولنا هناك كلام كثير حول هذا الموضوع تعلموا من اليمن وتعلموا من لبنان ورحم الله من أيقظ وذنة اليمن ولعن الله من يريد أن يوقظ الفتنة العراء وفهموا عزين يلا من الله اشتركوا في القناة